الليبتين ومثل ما قلنا يسمى هرمون الشبع وظيفته الأساسية هي تنظيم الطاقة بحيث أنه إذا كان عندنا كمية كافية من الدهون بنبه الدماغ بمنطقة الهايبوثالموس أنه أنا عندي كمية كافية من الطاقة بقى وقف أكل وزود حرب بينما لما بتكون الكتلة الدهنية قليلة بخبر الدماغ أنه أنا عندي طاقة قليلة فزود أكل ووقف حرب وإلو وظائف تانية ثانوية بالمناعة والجهاز التناسلي والكبد والبنكرياس وحتى بعمل الدماغ لكن عمله الأساسي هو حماية الجسم من المجاعة والأكل الزايد وعمل توازن بينهم مثل ما حكينا أنه الليبتين يفرز من الخلايا الدهنية والأشخاص البدينين عندهم نسيج دهني كبير وهذا يستنتج منه أنه من المفروض أن تكون كمية الليبتين في الدم عند الأشخاص المصابين بالسمنة عالية وبالتالي أكلهم أقل واستقلابهم أعلى لكن الحقيقة هي أنه فعلاً الليبتين الدم أعلى لكن الدماغ تقريباً فاقد الحساسية لهذا الهرمون فهنا نبيعانوا من تركيز عالي للهرمون بالدم وحساسية قليلة للخلايا تجاه هذا الهرمون وهذا ما يسمى مقاومة الليبتين مقاومة الليبتين هو انخفاض تحسس خلايا الهيبوثالموس لها الهرمون وبالتالي انخفاض عمله شو تأثير هاي المقاومة على محاولات تنزيل الوزن؟ إذا كان عنا شخص بدين فالكتلة الدهنية بتكون كبيرة وتركيز الليبتين بالدم بيكون عالي فلنفترض أنه هذا الشخص نجح بإنزال وزنه وتقليل هاي الكتلة الدهنية فبالتالي بيقل تركيز الليبتين بدمه وخلايا الدماغ متعودة إنها تتحسس لتركيز عالية فلما بيقل هذا التركيز بيشعر الدماغ إنه الجسم بحالة مجاعة وإنه في نقص بالطاعة فبيقلل الأيد إلى أقل مستوى وبيزيد الشهية وهذا من أهم الأسباب لما يسمى اليو يو دايت اليو يو دايت اللي هو بيفوت الإنسان بحمية غزائية بنزل وزنه شوي برد بيفشل وبيعوض اللي خسره وزيادة برد بيفوت بحمية تانية وبيفشل بعوضهم وزيادة فمقاومة الليبتين هي من أهم الأسباب لهي الحالة طيب عرفنا قديش هالهرمون مهم بمشكلة السمنة والنحافة بس هل أخذ الليبتين من مصدر خارجي بحبوب أو بأي طريقة مفيد؟ الجواب هو لا مو مفيد أخذ هرمون الليبتين من مصدر خارجي مو مفيد إلا بحالة واحدة اللي هي نادرة جدا اللي هي حالة خلال جيني بحيث إنه ما بيكون عندنا إنتاج للليبتين أساسا مثل الفقر اللي حكينا عنه اللي اكتشفه العالم جيفري فبها الحالة هاي اللي هي كتير نادرة إعطاء الليبتين من مصدر خارجي بتكون مفيدة لكن بنلاقي بكتير مواقع الإنترنت إعلانات عن حبوب كتير غالية باسم حبوب الليبتين أو مكملات غذائية باسم الليبتين أو مساعدات حمية هاي مبدئيا لا يوجد فيها هرمون الليبتين مفيدة؟ ايه مفيدة؟ لكن أساسية؟ لا معنها أساسية هي بتساعد على زيادة تحسس الخلايا لها الهرمون ففيها مكملات غذائية مثل زيت السمك، مستخلص الشاي الأخضر، زيت الكتان أو ألياف أو غيرها وهدول المواد بتزيد حساسية الخلايا للليبتين وبتخفف الحالة الالتهابية الحالة الالتهابية كتير أساسية رح نحكي عليها بالمرات القادمة إن شاء الله كتير لها تأثير على الاستقلاب والشهية والمناع وتأثيرات تانية وبتجي نتيجة المواد الحافظة وتلوس الهواء واستعيل الحياة بشكل عام اللي عايشين فيه رح نحكي عليها بالتفصيل إن شاء الله ورح نحكي عن تأثير هاي الحالة الالتهابية لما بتكون مزمنة في زيادة مقاومة الليبتين اليوم حكينا باختصار قدر الإمكان عن هرمون الليبتين وقالية عمله في كبح الشهية وزيادة الاستقلاب المرة الجاية رح نحكي عن الأطعم اللي بتزيد حساسية خلايا الدماغ لهذا الهرمون ورح نحكي عن الاختبار اللي ممكن نساويه لنعرف إذا عنا مقاومة الليبتين أو لا كمان رح نحكي عن حمية الليبتين وتفاصيلها وآلية عمل هاي الحمية بتلاقوا بأسفل الفيديو روابط للمحاضرة بالإنجليزي والعربي كمان روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بهي المعلومات شكراً لكم شكراً لأستماعكم